مئات الأطراك تهفت على شراء عطر الليمون المطهر وهو ماء كحلي معطر بالليمون لمكافحة فيروس كورونا بعد أن أكدت تركيا أولى حالتي إصابة هذا الأسبوع واصطفى الناس في طوابير طويلة خارج المتاجر في العاصمة ومدن أخرى وأحضر بعضهم زجاجات بلاستيكية كبيرة معهم لملئها بأطر الليمون ويقول مراد أوراكلي وهو مدير متجر في أنقرة تديره شركة أيوب صابري طنجر إحدى أشهر شركات العطور التركية إن متجره شهد طلبا هائلا على شراء عطر الليمون المطهر خاصة بعد إعلان وزارة الصحة عن أول حالة إصابة بالفيروس مشيرا إلى أن هذا التهافت من جانب الزبائن لم يحدث قد من قبل أعتقد أنه شراء بدافع الفزع يشتر الناس أكثر من احتياجهم وتصورين أن كميات العطر المطهر ستنفد وعادة ما يقدم الأطراك أطر الليمون لزوارهم لتطهير أيديهم وللشعور بالانتعاش وتقوم فرق تطهير بتنظيف عربات وسائل المواصلات والطائرات والمدارس والمتاحف في تركيا ترجمة نانسي قنقر